وخلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر كرم السيد الرئيس عبد الفتح السيسي الفائزين في المصابقة العالمية التساع والعشرين للقرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكرية للأشقاء السلاسة الفائزين في مصابقة القرآن الكريم كاملا مع فهم معنيه ومقاصده العامة كما حرص على أغذي صورة تذكرية مع الفائزين بشكل منفرد ترجمة نانسي قنقر